في عملية نوصفت بالمعقدة والدقيقة بدأت الأمم المتحدة في إنقاذ نقلة النفط صافر المحتجزة من قبل ميليشيا الحوثي قبل تسواحل الحديدة والمحملة بأكثر من مليون برميل من النفط الخام ما يهدد بحدوث أحد أسوأ الكوارث البيئية في حال حدوث أي تسرب للنفط برنامج الأمم المتحدة الإنمائية قال إنه بعد أشهر من التحضير والتنسيق للأمم المتحدة وشركائها بدأت عملية عالية المخاطر لتأمين خزان صافر النفطي ومنع وقوع كارثة إنسانية وبئية فقد تم تأمين سفينة جديدة بديلة للنقل كمية النفط المخزنة في صافر إلى شركة سميت سالفاج الرائدة في مجال إنقاذ البحرية والتي ستقوم بتنسيق عملية النقل وتجهيز صافر للقطري إلى ساحة مخصصة لبدء التفريغ خزان صافر العائم والذي لم تتم صيانته منذ العام 2015 بسبب التعنت الحوثية واستخدامه ورقة للابتزاز السياسي ما أدى إلى تهالكه إلى درجة تنذر بخطر وشيك إذ يمكن أن يتعرض للانهيار أو الانفجار مما سيكون له آثار كارثية على المنطقة فحدث تسرب للنفط من الخزان قد يؤدي إلى تدمير مجتمعات الصيد على ساحل البحر الأحمر والقضاء على نحو 200 ألف مصدر رزق على الفور كما ستصبح مناطق بأكملها عرضة لسموم تهدد الحياة إذ يتعرض الملايين من البشر لتلوث هوائي شديد وقد يؤدي تسرب المحتمل إلى إغلاق ميناء الحديدة والصليف فضلا عن تعطيل عمل محطة تحليات المياه مما يؤدي إلى قطع مصدر المياه الأساسي للملايين من السكان بالإضافة إلى إمكانية وصول النفط المتسرب إلى سواحل أفريقيا خاصة الدول الواقعة على ساحل البحر الأحمر وتقدر الأمم المتحدة تكاليف تنظيف تسرب النفط من خزان صافر بعشرين مليار دولار أمريكي بالإضافة إلى أن الطرابات الشحن عبر ماضي قباب المندب بالإضافة إلى أن الطرابات الشحن عبر ماضي قباب المندب قد ينجم عنها خسائر يومية للتجارة العالمية تقدر بمليارات الدولارات ومع استمرار وجود فجوة تمويل تقترب من 24 مليون دولار لتمويل العملية بالكامل ناشدت الأمم المتحدة المجتمع الدولي تقديم دعم عاجل بعد تعهدات دولية بتقديم نحو 100 مليون دولار